بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى التي يشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدامه جداد تنقولهم شكرا على الدعم ديالكم وعلى اتقاف هذه القناة الحمد لله والشكر لله بأحباب شافية المغربية العائلة ديال شافية المغربية الحمد لله تتكبر وتزيد تتكبر تنداوي بالقرآن الكريم لعله وعسى ربي يشفع فينا غدا يوم القيام نتمنى لكم ولنا ان شاء الله نكونوا من اهل الجنة مع سيد الخلق فقط هذه هو الدعاء الرائع تنتمنى انكم تصلوا على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد احبابي مفاتيح الفرج هو الصلاة على الحبيب واستغفار ولا اله لله محمد رسول الله والله اكبر لان هذه التسبحات من اروع ما يكون بخصوصا لا اله لله محمد رسول الله نديروها بعدد مية واحد كل ليلة نديرو مالك الملك مية واحد كل ليلة ان شاء الله تكون عندكم واحد طاقة الاجابة لكل الامور هذه هدية مني اليكم اما الوصفة ديالي دياليوم الناس اللي معطلين عن العمل او معطلين على الزواج او معطلين على الدراسة او الناس اللي عندهم تابعة في كل الامور او الناس اللي تعرضوا الى حسد او عين او سحر السحر معروف هدول لي كين في هذا العصر اللي تنعيشوه الحسد والعين والتابعة تابعة الى ما جاء تكش من الانس جيك من الجن هدول لي كين في هذا الزمان ولكن ديما سنقول لكم ان الانسان خصو ديما يحصن رسو بآية الكرسي لان من اعظم الصور للحفظ لانسان من متاعب الحياة اللي سنعيشوها اذا الناس اللي عندهم تعطيل الاحوال تكون اما سحر واما بعد الاحيان تكون من القرين القرين اللي تسبب بزاك المشاكل وتيكون القرين تيعين السحر على اديتك لانما كتيش هاديه باش غادي تهادي هاد القرين او التابعة او السحر غادي اول حاجة القرين تكون مروضو على انك خصك قراءة القرآن والصلاة على الحبيب والصغفار باش يهتدي جاي لك انسحر هو ما سيعونش السحر او يعطيهم معلومات عليك لانه اللي عارفك اكتر انه هو مخلوق معك هو قرينك قرينك من الجن قرين من الجن تزاد معك هو عارف عليك الصغيرة والكبيرة اذا باش غادي الروضو بسورة القاف بعد احيان القرين هو اللي تيعطل عليك الحويش تيعطيك واحد طاقة سلبية ما تتصليش ما تنوتش العمل تكون معجاز ديما عندك خمول ديما عندك نفور من الصلاة ومن القراءة ومن استغفار تيكون هوتي اديك اذا انا باش نتخلص من هاد المتاعب الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب انذكر الله اذكرني في الملأة الاعلى الله كريم الله جواد الله غفور اذا ما اجمل اذا ما اجمل من هاد الكلام انا تريحني كلام الله لان ما تتلقى تشي باب الا باب الرحيم وما تيحنع لك حتى احد الا الله الله اسم يا الله شو من تتخرج من القلب اذا نداوم عليها امنيات اذا الوصفة ديالي ديالي اليوم هي عبارة على طرد التابعة وطرد العوارد اللي عند تكون سحر تكون عين تكون اي حاجة غدين ناخد واحد الوعاء حلقة ناخد واحد الوعاء في الليل هذك الوعاء في الليل هو اللي غدين قرأ عليه هذ القراءة اللي غدين انضربها التصغير ديالي تكون وصفة شعبية مع القرآن الكريم غدين يكون عندي ان شاء الله طاقة ايجابية عندي البخور اللي ما غدين ما غدين ما غدين انتبخهم ما غدين ديالهم احتى حاجة هاد يرقدهم فقط عندي هاد اولي غنتبخر به تحيد تقاف وحيد تابعة وحيد السحر هاد زباد البحر هاد رائع في طرد التوابع ورخيص اول حاجة شنو عندي هنا يا هاد الوصفة غدي سهلة مهلا غد بشعد العطار غد قولي يجمعها لي هاد هاد تبخيرة بخمسة درام فقط عدنا سرغينا ثلاث قطع سرغينا ثلاث قطع عدنا لوبان الذكر هانتوما لوبان الذكر صغير هانتو قطع صغار هانتو انجمعهم لوبان الذكر هان نحط سبع قطع او عدد لي العدد اللي عندي هاسو لوبان الذكر مهم نخلط لوبان الذكر والحلبة والثانوج والعرعار العرعار قليل معلقة صغيرة دي العرعار معلقة كبيرة دي الحلبة معلقة كبيرة دي السانوج معلقة صغيرة دي لوبان الذكر مع صرغينا ثلاث قطع وغادي نمتعهم هنا نخبع لهم قرعات ننضيف لهم ماء اخر ماء دا عندي ماء الورد انتو ميلة عندكم ماء الزهر ديروه غادي ناخد غادي ناخد هاد الماء ونضيفوه الى الماء الزهر او ماء الورد مع الكمية اللي اعطيتكم وغادي ان شاء الله نقرب الوعاء الى الفم ديالي وغادي نقرع عليه بحول الله وقواته القراءة ديالي هي اول حاجة غادي تقرأه صورة القاف صورة القاف وصورة الواقعة صورة القاف وصورة الواقعة وصورة الصافات وصورة ياسين هذو وربعة الصور اللي تحيدو التعطيل بالمرة التعطيل بالمرة صور من اروع الصور صورة ياسين تسخر الامور اي امر باذن الله عدنا صورة القاف توقف القرين توقف القرين ولكن بشرط انني ندوم على الصور كل يوم نقرأ واحدة باش نحيد توقف الحال ونحيد تعطيل الاحوال وغادي ان شاء الله ناخد آية الابطال ناخد اي اي اية الابطال انا سنخدم بهذه الاية اعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله انفت ان الله لا يصلح عامل المفسدين 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 ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر اي هذه الاية من اخطر الايات للابطال ما جئتم به السحر اي سحر جئتم به غادي تبطل اي سحر باذن الله غادي تبطل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله لا يصلحوا عمل مبسدين إذن الله سبحانه وتعالى تقرأ هذه الآية تقرأها على أسس تطهير الجسد من جميع التوابع إذن إحنا يا ملزومين أننا نقرأ هذه هذه الصورة صور هذه الصور إن شاء الله بحول الله مع آية الإبطال أنقرأها سبعة المرات وغادي إن شاء الله غادي نخليها ليلة كاملة في الغرفة اللي جتنام فيها وغادي نغطيها من الطاقة السلبية ونحاول أنني غادي الصباح رباح غادي نصفيها غادي نصفي هاد المكونات ونحاول أنني هاد المكونات غادي نحطهم وبعد ما صفيتهم غادي نخليهم في الضل وغادي نتبخر بهم مدة ثلاث أيام مع هاد المكونات مع هاد المكونات زباد البحر هذا غادي نضقه حتى يصير بودرة وغادي نخلطه مع المكونات وننشفهم في الضل عندي الفاصوخ نضيف لهم الفاصوخ ونتبخر بهم لأنه غادي يحيد لكم أي تعطيل عندكم بإذن الله لأنه رائع في الإبطال إذن هاد الوصفة غادي ندرها هاد الوصفة غادي ندرها مرة في الأسبوع فقط غادي ندرها مرة في الأسبوع ندوم عليها ثلاث أسابيع إما نختار يوم أي نهار بغيتي أو أي يوم غادي ندر فيها هاد الإبطال إذن هاد الوصفة درتها على حساب الناس اللي عندهم توقيف الحال والتابعة والناس اللي عندهم عوارد غادي ربي بطل غادي تدخل الغرفة ديالك وتخوع لك هادك الماء بعد ما ضفتي ليه ماء ساخن صفتي وضفتي ليه ماء ساخن هادوك العشو غادي ندخلهم حتى أن تبخر بيوم أن تبخر بيوم ثلاث أيام من مرة التدويشة وهاد الماء اللي عم تبيه في الغرفة ديالي اللي بقى في الوعاء غادي نجمعو ونلحو في مكان أنفرغو في مكان عاجب إذن الفيديو إلا عجبكم خليوا ليه لايك دعمول ترجمة نانسي قنقر